اعلن صندوق العمل تمكين انطلاق الدفعة الاولى من مبادرة التعاون القائمة مع الاكاديمية العالمية للتدريب جنرال اسمبلي لتوفير التدريب اللازم في المجال التكنولوجي للكوادر البحرينية في يوليو القادم وتعد هذه المبادرة جزءا من المرحلة الاولى لتدريب 1200 بحريني في مجال الترميز والمهارات التكنولوجية الاساسية الاخرى خلال العامين المقبلين وفتحت الاكاديمية باب التسجيل لدورتين مختصتين في مجال تحليل البيانات حيث سيتم تقديم التدريب بشكل مكثف لمدة اسبوع واحد يتم خلاله توفير معرفة واسعة ومكثفة قائمة على اعداد المشاريع التي من شانها ان توفر الخبرة العملية اللازمة للمتدربين كما اكد سيد علي حسن المدير التنفيذي لتطوير البرامج والشركات بتمكين على همية تنمية مهارات الكوادر البحرينية في مجال التكنولوجيا ومساعدتهم على التطور والنمو في ظل المتغيرات للسوق السريعة بما يتماشى مع تحقيق اهداف خطة التعافي الاقتصادية